مرحبا بكم مجديد بش نحكيه على مسألة التبليغ عن الفساد ونحكيه على بطاقة التعريف البيومترية في الجزء الثاني يكون معنا حاضر الأستاذ المحامي ونير بن سارحة من ثم فاطمة المسدي النائبة من مجلس نواب الأشعب نمشي للأخبار التي تأتينا من دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اللي بشتنظر يوم 11 جام في 2024 في ملف التسفير إلى بؤر التوتر وفي مأكدو لحبيبة ترخاني أناتق رسمي باسم محكمة الاستئناف لبرنامج غوندي فوناف وتعود أطوار القضية إلى ديسمبر 2021 إثر الشكاية قدمت بها النايبة فاطمة المسدي إلى المحكمة العسكرية الدائمة بتونس لأحالة الملف إلى القطبة القضائي لمكافحة الإرهاب الملف قاعد ماخذ مسار صحيح ثم عتب على الزمن القضائي على البطء في التعاطي لكن على ما يبدو أنه يتدرج شيئا فشيئا نحو الكشف ونتمنى ذلك من مزيد الحقائق في هذا الموضوع طبعا ملك البطء القضائي أسبابه معروفة بطبيعة الحال كانت هناك أسباب سياسية بطبيعة الحال تمت إزالتها إزالة العقبات السياسية بقيت بعض العقبات القانونية المتعلقة بالبطء في مجلة الجرية الجزائية لديما نحبه نغتنمو الفرصة في أي منبر وندعو إلى مراجعتها نحو معناها تطوير المنظومة القضائية وتطوير منظومة حقوق الإنسان والحريات في البلاد لأنه أجال التقاضي في المجلة هذه طويلة برشة والضر معناها بالعدالة وفي إطار الإصلاح الشامل للعدالة يجب تعديل أو تنقيح مجل تجرية الجزائية وعديد القوانين الأخرى الموجودة في البلاد بطبيعة الحال ملف التسفير ملف مهم جدا وندعيه أغلبناه قبل 25 جميلة بضرورة فتح هذا الملف لأنه ملف خطير يتعلق بالأمن القومي بتاع تونس يتعلق بمستقبل البلاد لأنه وقع التغرير بأجيال وأجيال معناها مشات غادي من الشباب ذهبت إلى بؤر توطر القتال بسبب التغرير نذكر مليح المنابر الدينية اللي كانت تدعو الناس إلى الذهاب إلى سوريا وتعتبر القتال في سوريا جهاد بين الظفرين وشجعت وحرضت وثم حتى يكون في أجهزة الدولة معناها متواطئ وساهمة معناها في تسهيل التسفير إلى سوريا ولغيرها عبر تركيا وعبر مناطق أخرى من العالم وأعتقدوا أنه معناها الملف هذا لم يضر بالتونسيين فقط بل معناها وصل شره إلى بلد شقيق كما سوريا لم يصلنا منه عبر التاريخ إلا الخير كانت علاقات ممتازة في القمة علاقات متطورة علاقات متينة جدا وكانت حتى معناها التحابب الكبير بين الشعبين الشقيقين لكن لا سف شديد تمت الإساءة في وقت ما إلى هذه العلاقات وتمت المساهمة في تدمير هذا البلد الشقيق الذي نكن له كل المحبة والتقدير والاحترام وتضميد الجراح يتطلب فترة زمنية طويلة وبالتالي يجب الضرب بقوة على من تسبب وتورط في هذا الأمر مقابل ربما مبالغ مالية مقابل علاقات سياسية مع محور معناها كان منخرطا في تدمير سوريا بتعلة الديمقراطية والحريات والثورات الوهمية ملف مهم جدا واعتقدوا أنه هذه البادرة القضائية هي خطوة في الاتجاه الصحيح ومعناها تمانياتنا وأنه يقع البد فيه في أسرع الأجال لنعرف المسؤولين الحقيقيين عن هذا الملف الخطير ونحكيه تقريبا رياض إلى حد اللحظة على 800 متهم في قضية أو في ملف التسفير إلى بوهر التوتر بالفعل ماليك ومن المفيد أن نذكر السيدة المشاهدين أنه بتاريخ 30 أكتوبر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ختم البحث في حق علي العريض وفتح البلدي وعبد كريم العبيدي في نفس هذا الملف التسفير وتم إحالتهم على الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب وتم توجيه معانتها بعض التهم لهم ولعل أبرزها تهمة الإنظمام لتنظيم إرهابي وتسهيل عمليات ذات طابع إرهابي هذه التهم تم توجيه كما قلت إلى علي العريض القيادة في حركة النهض ووزير الداخلية الأسبق وفتح البلدي وعبد كريم العبيدي فتح البلدي كذلك مؤخرا الأسبوع الفارد تم كذلك إصدار بتاقة داع ثانية في حقه في الملف مع نور الدين البحيري القيادة والآخر في حركة النهض ووزير العدل الأسبق في ملف معرفة أعلاميا بالجنسيات وبالتالي هذا ملف في الحقيقة معقد ومتشعب جدا والدولة والقضاء التونسي الناجز اليوم يقوم بمجهودات كبيرة تذكر فتشكر من أجل تفكيك هذه العصابات وتفكيك هذه الجماعات الإجرامية التي خربت تونس وخربت عدد من الدول العربية باسم الديمقراطية والحرية المزعومة هذو ما ناس أجرموا في حق تونس ومعنتها تقريبا أجرموا في حق الوطن العربي وصفروا شبابنا إلى بؤر التوتر خلاوا معنتها أباء وأمهات ملتعين على أبنائهم الناس هذو ما يجب أن يحاسبوا ويجب كل من تآمر على تونس بأي شكل من الأشكال أن يحاسبه وأن يدفع الثمن غاليا وأقول أنه اللي نسمع فيه بهذه الأيام نسمع فيه ناس تحب تشكك في القضاء وناس تحب تميع الملفات وناس تحب معنتها تستعطف الشعب التونسي بدموع التماسيح نحب نقول لهم اللي راوز شعب التونسي والتوينس أكبر الشاهدين على إجرامكم وأكبر الشاهدين على إرهابكم وأكبر الشاهدين على الإغتيالات السياسية اللي صارت في عهدكم وتذبيح جنودنا في عهدكم وتفجير حافلة الأمن الرئاسي في عهدكم وتسفير شبابنا إلى بؤر التوتر في عهدكم وراه نعرف جيدا اللي مؤامراتكم والمكائد متاعكم لازالت متواسلة إلى يوم الناس هذا من داخل سجونكم ومن خارج سجونكم وبالتالي هذا الكذب اللي نسمع فيه والمغالطات اللي نسمع فيها في بعض المنابر ولا على مدار الساعة ومحاولة استعطاف الناس بدموع التماسيح وبالأكاذيب وبحملات تمييع والتشكيك في الملفات القضائية المطروحة اليوم وفي السيدات والسادة قضاة التحقيق رأوا هذا لن يمر على التونسة وسيدفعون الثمن غاليا والناس اللي تحكي على المصالحات مع المجرمين هذوما يمشيوا يعمل المصالحات في ديارهم ما يجيوش يحكيوا على المصالحات مع ناس قتلت وناس أسالة الدماء وأراقة الدماء في البلاد هذه سيلي هاجمين نختم معك في الموضوع هذا أنا جريمة تصفير هذه راه جريمة متعددة الأوجهة أولاً سا هي جريمة في حق تونس والتونسية لأنه ساهمت على مداء فطرة معينة في الترويج لصورة تونس مصدرة أكبر مصدر للإرهاب وتونس أكبر مصدر للمتفجرين وتونس يعني أصبحت بعدما كانت تونس قبلة وعدها بتعلم ومتنور ومتنور ومتتحديث أصبحت تونس يعني مظهر مصدرة المجرمين ومصدرة الإرهابيين وأنا هنا مجبش نحكي عن توصيف القانون لأنه هذاك تخل فيه المحاكم الآن هي جريمة أيضاً في حق عديد الدول ومنها سوريا إلا أنا زرتها تقريب ستة مرات ووقفت على حجم الدمار شهدته سوريا ومش دمار يعني كل الدمار يمكن أنه في واد لكن تدمير مستقبل أجيال في سوريا في واد ثاني يعني لازم نعرف أنه على مداء كم سنة ما فيماش تعليم في سوريا الأطفال ما يمشوش للمدارس ودمروا كل شيء يعني في حاجة أنه تعود تبني نفسها يبني نفس المجتمع السوري في حاجة إلى يعني مجهودات جبارة من ناحية المال ومن ناحية الوقت ومن ناحية الإمكانيات بكل أشكالها هي جريمة دولة لأنه ساهمت الدولة التونسية مباشرة في تنظيم اللقاءات بتاكن جمعية أصدقاء سوريا في تونس كم مرة جمع الرئيس السابق الأسبق المرزوقي من جماعات هذا بيسمى بأصدقاء سوريا وهم أعداء سوريا حتى أنه المعارضة الحقيقية لكان المنصف المرزوقي على علاقة وطيدة بهم انسحبوا من هذه الجماعات وقروا أن يقاطعوا هذه الجماعات لأنه فهموا أنه الغاية متاحة ليس الصداقة السورية والغاية متاحة ليس المنفع السورية أنا شفت بحيث جريمة هذه التسفير هذه جريمة مركبة معقدة لازم تأخذ حجمها أنا مع الكلام ما قاله رياض و الكلام ما قاله ماجد بالأخص في مسألة اختصار الأجال لأنه تعديل مجلة الإجراءات الجزائية وغيرها الإجراءات بشكل عام إجراءات التقاضي في تونس هذه مسألة ملحة ومنجوش نطلب التعجيل في بصار القضايا لكن نعرف أنه تعطيل التعطيل جاء أساسا من الإجراءات ونعجل اليوم بقرار سياسي أو برغبة قضائية وغدوة يربح القضية لأني خلفت الإجراءات وبالتالي الأصل في الأشياء هو التعديل الإجراءات حتى يتم اختصار أجال هذه القضية والقضية هذه تظهر أنه بعد شوية هي أم القضايا في محاربة المسألة الإرهابية هي أم القضايا لأنه بشتنفهمه التمويل لأنه فيها جانب أساسي من التمويل وبشتنفهمه من خطط وبشتنفهمه من ساعد على كل المراحل نحن نعرف أنه جبدت حتى شركات طائرات ونعرف أشياء المطارات الاستعمالها وأنا قلت لك ست مرات زرت سوريا بهذه البناسبة وتكلمت مع مسؤولين وعندهم كل دقائق الأمور والآن العلاقة طيبة جدا بين الرئيس الدولة والرئيس بشار أنا نعتقد أنه ممكن أنه الجانب السوري يساهم مباشرة في كسف العديد من الحقاب الجيد ملاك أي بسرعة معنيها وأنه الجانب السوري والحمد لله متفهم وأنه هذا الشيء صار في ظرف كانت تونس ليست بأيدي أبنائها انفلتت الأمور وصطت أطراف على علاقة بأطراف خارجية على الدولة التونسية وبالتالي لم يكن هذا خيار عموم الشعب التونسي والحمد لله تقريبا كما ملاف بيفتي ملايك اللي حكينا عليها وكيد رأيك تبعت الحلقة سي ماجد معنى تها ناس كانوا في الدولة من داخل الدولة يتآمروا على الدولة ناس من داخل الدولة حبوا يفجروا الدولة إلى درجة أن الدولة ثرت إلى التكتم إلى إنشاء يعني لجان أو هيئات تتكتم عن التطورات الملف كي لا يتم تسريبها كما كانت النتيجة طيبة وتقلص يعني وتقلص المدفوعة بين الأموال المجموعة الوطنية ألف مرة يعني أقسم على ألف من 3000 مليار إلى 3000 مليارات هذا خبر أنا أكد لك خبر ممتاز لكن لكن لازم نحاسب الناس على الكبوس على عيشهم في المجموعة الوطنية أو للدولة التونسية لازم يتحاسبوا الناس لأنه هذول يخلقوا حال الكبوس إحنا عاملين المستحيلات وقريبا نعمل ثورة على مستوى العلاقات الدولية من أجل 1.9 مليار دولار كانوا مش يفوتوا في 3000 مليار 3000 مليار ومن أول لو الطلبات متاعه متاع سيبودن والتعويضات اللي كان طلبها توصل 37 ألف مليار روسي تقريبا نصف ميزانية تونس ما من يمحذرش البارح آي 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 من مليمات تونسية محذرش عالدباء أما نأكد لك لو معناها تم معناها القضاء بنفس الحكم اللي تم القضاء به في البداية نأكد لك ستنتهي الدولة التونسية وتندثر من الوجود قد نتحول إلى صمال جديد فيه ربما دولة أرض الصمال أو منارش أو كده وغيره فكانوا يهدفون إلى الأجهاز على الدولة التونسية بصراحة نحب نشكر أنا من المنبر هذا المكلف العام بنزاع الدولة هذا الجهاز الذي قام بوجبه كما يجب وحافظ على وجود الدولة التونسية وهذا دور تاريخي أعتقد سيذكره التاريخ لاحقا ويعطي لكل ذي حقا حقا نختم مع تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون اللي في خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان رجعنا راه حديث كوازيس متواصل يلا 30 مليار دولار استرجعتها الجزائر وأعلن عنها الرئيس الجزائري أمام البرلمان بغرفته تفضل فضل بحاجة بارك قل نقول أنه 30 ألف مليار هذه نسبة الأموال المسترجعة 30 مليار دولار 30 مليار دولار هذه نسبة الأموال المسترجعة يعني حتى نترجم لتونسة يعني 90 ألف مليار تونسي بالمليمات التونسية يعني هذا يدل على حجم الفساد والخراب اللي كان موجود في الجزائر لأنه إحنا نعرف أنه طبيعة الجزائر ما نتصورش تغير 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 ياسر في مدير طبيعة الجزائر يعني وطبيعة شو كان في الجزائر عد به أنا نسمع أنه تم الاسترجاع لكنه لازم نحط في بالنا أنه مدام الاسترجاع بقيمة 30 ألف 30 مليار دولار يعني حجم السرقات كان كبير وبالتالي كانوا يحلوا الدوسي هذول بتاع محاسبة الناس يمكن نحاسبه كل الأجيال اللي مرت على الحكم في الجزائر هو على كل حال احنا مليك من نجمه كان نفرح وليفرح أخوتنا في الجزائر باسترجاع أموالهم المنهوبة اللي تقدر لحقيقة بمبلغ كبير جدا نحكيه على 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات التي تم نهبها في السابق في الجزائر ونتمنى كذلك أن تونس تحذو حذوة الجزائر في استرجاع كذلك أموالنا المنهوبة ونعرف ونحن أنه تم تشكيل لجنة رئاسية تقريبا يترأسها السيد وزير الخارجية للقيام بكل المساعي من أجل استرجاع أموالنا في الخارج وكذلك استرجاع أموالنا المنهوبة في الداخل والأموال والممتلكات التي تم السطو عليها دون وجه حق وأعتقد أنه في تونس كذلك نحن في مراحل متقدمة جدا حينما نتحدث عن الصلح الجزائي وإن شاء الله في القريب العاجز ستصدر التنقيحات على المرسوم ليصبح بذلك قانونا وإن شاء الله الناس المشمولة بالصلحة تثوب إلى رشدها وتتداعى بشكل معنتها تلقائي لإرجاع الأموال التي أخذوها دون وجه حق وكذلك في ملف الأملاك المصادرة وهنا نشوفه معناتها في التطورات المتقدمة والخطيرة في هذا الملف والإيقافات وحجم الفساد اللي انخر الأملاك المصادرة بعد 2011 كذلك لا بد من استرجاع تلك الأملاك المصادرة اللي تم معناتها اقتنائها بترق مشبوهة من قبل بعض الأشخاص وهذا نذكر فقط أنه خطاب عبد المجيد تابون كان أمام البرلمان بغرفتين تقريبا هي لأول مرة بالنسبة لي وكان سابقا منذ الخطاب اللي ألقاها رئيس الراحل هواري بوميدين سنة 1977 انجز يعتبر بالنسبة لي أنه وصلوا إلى خطاب للأمة أمام في البرلمان بغرفتين طبعا يعتبر إنجاز كما قال الرياض ولا يمكن إلا أن نسعد لهذا الإنجاز مسألة تبليغ عن الفساد بعد لحظات يكون معنا مونير بن صالحة الأستاذ المحامي تقرير لإسكندر العلواني ثم نعود نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه صباح اليوم في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجاوزات السفر جاء هذا الاجتماع بعد رقاء جمع وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بتاريخ 8 نوفمبر الماضي أين تمت الموافقة المبدئية على النسخة الجديدة من مشروع القانون كما صادق عليه المجلس الوزيري بتاريخ 30 نوفمبر وتعتبر هذه النسخة هي الثالثة حيث كان أول مشروع قانون حول بطاقة التعريف البيومترية في سنة 2016 ومن ثم تم تقديم نسخة ثانية في جوان 2020 ولم تنجح الصلاة التشريعية منذ 2016 لمصادقة على هذا القانون المثير للجدل الذي قبل بالرفض من طرف عديد مكونات المجتمع المدني منذ بداية نقاشه بطاقة التعريف البيومترية هي بطاقة تحمل شريحة إلكترونية بيوس يتم فيها تخزين ورقمنت كل المعطيات الشخصية والبصمات عديد دول العالم اعتمدت هذه البطاقة الذكية في التنقلات بين المطارات في حين لا يزال الجدل المحتدم حولها في تونس بين من يرى ضرورة اعتمد هيدي التكنولوجيا الحديثة التي تعالج المعطيات الشخصية وهو ما تقوله مصالح وزارة الداخلية وبينما خاوف من أن تقول تلك البيانات إلى ملاسفة له وتصبح عرضة للتلاعب أو التلف مثل ما تعبر عنه عديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية أما الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فقد عارضت في البيان